اشتركوا في القناة مولاي السلطان خلص طردني من جنته بما انه صار هيك يا امير اجي الوقت لحتى تأسسه جنتكم انتي وان كنت اليوم سلطانة؟ اجيت لعندك وما لقيتك كان عندي شغل قال السلطان اخذ القرار انا متشوأل حتى اعرف معرفتي شو اللي صار معهم؟ سلطانة انا مو فهمان معقول مولاي عين سليم وانا موجود؟ تعال يا ابني هدي حالك شوي تعال جاوبيني سلطانة ولا ما سمعتي شو قلت؟ كيف السلطان بياخد هيك قرار؟ انا ممسد السلطان تليس كتي شو صار الكون؟ كيف بتتجرق وتناقشوا قرارات ابوكن السلطان او تعترضوا عليها؟ مولاي اخذ قراره بهذا الخصوص ونحن لازم انطيعوا الموضوع خلاص انتهى سمو الامير تأمروني بشي؟ بعثوا خبر على قونيا يا جهان خلي غضوفر اغا يجاهز حاله رح نروح على منيسة اشتركوا في القناة 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 أنا ما لي علاقة أبنه ببيزيد وإنتوا بتعرفوا أنه قرار مولاي السلطان نهائي ومستحيل أنه نغيره مفهوم حكي؟ مفهوم ببيزيد؟ يلي صار كتير واضح يا أمي مولاي السلطان عم يعاقبني مرة تاني وحتى من دون ما ساوي أي زم ببيزيد اتركي أخوكي هلأ معصب ومعرفان شو عم بيقول سليم انت اللي اقترحتيه مو هيك؟ عطيت التعليمات يا مولاي وأول ما تخلص التحضيرات سموه الأمير رح ينتقل على مانيسا ديروا بالكم علي يا رستوم مانيسا ولاي صعبة ولازم يثبت جدارته اطمن مولاي السلطان مع الوقت رح يتعود ورح يكتسب خبره أنا رح كون معه خطوة بخطوة ادخل مولاي سموه الأمير مصطفى حابب انه يشوف حضرتكم ماني مصدقة معقولك الهادى التعب يروحها الفاضي فكرتك دعمي ببيزيد يا سلطانه صدقيني يا بنتي هذا هو الحل الأنسب للكل ببيزيد متهور وعنيت بقراراته وهذا الشي عم يخليني خاف من ردود أفعاله هوي محتاج انه ينضج أكتر وهذا الشي بيتطلب وقت ولش خبيتي عني قرارك هاد؟ ورستو ما بيعرف ما هيك؟ لا انا خبيت عنكن اتنينا تكون حتى ما تمنعوا اصدار هذا القرار انا مفهماني شو هدفك انت غلطي شوفي سليم حتى امارتو مؤدراني ديرا لهيك لازم ندعمه ونساعده انه ينجح وبيزيد ما بينقصه غير الدعم ركزي معي وفهميني منيح اخوكي بيزيد هو املي الوحيد وانا ما فيني اتخلى عنه بهاي السهولة بخافي قتله يا مريم وسليم ابنك يا سلطانه كيف بيهون عليك تساوي هيك؟ معقولة ورطي لا بس سليم شخص مسالم وما بيخوف بنوب ما عنده اطماع وهذا الشي بيطمن بس بيزيد مانو هيك بيشبع ابوك السلطان بكتير شغلات قوي شجاع وزكي واكيد كل العيون رح تكون علي موت محمد هو اكبر دليل على ظلمهم وجشعهم وبيزيد رح يكون هدفهم الجاي انا ما فيني ضحي بواحد تاني عم تسمعي؟ وقت ما كنتي هون ولو صار شي تأكد انه انا ورستو ما كنا رح نتركه بنوب وسقفيني يا مريم بهذا القرار انا مو بس حماد حيات بيزيد انا كمان حماد اخوك سليم غلطي كتير يا امي ساواتي عداوة بين الاخوة بس كرمال انه تبعدي مصطفى عن ولاية العرش سمو الامير واضح انه حضرتك مزعوج كتير لا يكون خاب ظنك بقرار مولانا بخصوص مانيسا عم تتجاوز حدودك كتير يا رستم انت بتعرف مصاب علي ابدا اني ورجيك ايمتاك وامفيك للابد مولاي السلطان ناتر سمو مولاي السلطان ناتر سمو مولاي اهلا وسهلا يا مصطفى جبتلك معي احجار كريمة بظن انه نوصلوك وصلوني احجار كتير سمينة واكيد رح اصنع منا مجوهرات قيمة او انا هيك رأي مولاي انا اليوم حكيت مع رستم ورح نطلع عالصيد ورحلت الصيد رح تبدأ بعد صلاة الجمعة رستم عم بيحضر كل شي رح اترافيني انتي واخواتك روح حضر حالك مولاي كنت بتمنع بس المفروض ارجع اليوم عالسنجق طبعا هالشي من بعد ازن جلالتكن سموه الامير هلأ عم يحكي مع مولاي السلطان هات كل شي قدرت اعرفه ان شاء الله سموه الامير مصطفى يقدر انه يسيطر على حاله انا خايفة انه تطور الامور للأسوأ بيناتهم كنت حاسة بهاد الشي سلطانة ولسه رح يصير شغلات كتير لازم نروح بسرعة وما نبقى هون تفاقلي وحاشتك تشاؤم يا خانو ما بعرف ليش وصلت الامور لهون بصراحة كان عندي امل انه يصير غير هيك اصلا انا كنت رح اتفاجأ كتير لو اتخذ قرار لصالحنا اصلا هويام واعوان اتفاجأوا بهذا القرار مظبوط هالحكي هنن كانوا بدون الامير بيزيد سلطانه بس الظاهر ما حسبه وامليح هويام زكية كتير وما في شي بالكون ممكن يوقفه عند حده بس انا متأكدة انه رح يعرفوا قيمته لابني مصطفى لما الامير سليم يتولى العرش شوي ورجيهم غباؤه وقته بس الكل رح يعرف قيمة ابني مصطفى كنت مفكر انك رح تبقى هون وقت اطول اماسيا وضع سيء مولاي وما بقدر اتركه ابدا وبشكر الله انه شفت وشك بخير هذا اهم شي عندي واتطمنت عاخواتي وصار لازم ارجع مو مشكلة يا مصطفى انا بتمنى تمنحوني شرف الزيارة على اماسيا يا مولاي نطلع رحلة صيد هنيك الصيد ممتع باماسيا اكيد رح اجي مصطفى القرار اللي اتخذته اليوم ما بيغير حقيقة ابدا انتي لساتك ابني ونور عيوني ومصدر اوتي بالنهاية الموت حق على كل واحد منا ونحن مؤمنين بالله انا ما بعرف مين رح يأتي للعرش من بعد ما موت يا ابني ربنا هو اللي بيعرف مو انا العمر الطويل يا مولاي انا ما بدي شي غير انيكون ابن بيليق بجلالتكن ومقامكن هذا املي الله يحميك ما يحرمنا مناك موسيقى 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 انا ما دخلني هيك على قلبك دعليح خانو خير شوفي شايفتك كتير مبسوطة ليش ما عرفته؟ الأمير سليم استلم منصب كبير واليوم عينوا والي على صنجق مانيستا يعني عن قريب رح روح معه لازم نحكي مع سمبل آغا يا ريدي أخذنا على حرم لك الأمير سليم والله رح يكون أجمل يوم بحياتي سليم ابني القوي الشجاع ما بتتصور وقت سمعت الخبر قد فرحت الله يحميك ويكون معك أنا دائما رح أدعي لك مولاتي كنت مفكر أنه رح تزعلي من هذا القرار بعرف أنه كان بدك أخي بيازيد أنا قلت لك وبرجع بقلك أنا ما أفرق بيناتكن أبدا وبعدين لو هذا الحكي مظبوط كان أخوك بيازيد هلأ هو والي ساروهان صحيح وين أخي بيازيد من وقت القرار ما نمبين هلأ أفكر بالشي اللي رح تساويه سليم منصبك هلأ كتير مهم المفروض تعرف كيف تثبت وجودك بمنيسة يا ابني لازم تكون أخدت عبره من يلي صار مع أخوك مصطفى وقال لا رح ينفوك من هنيك انت كمان فهمتني؟ أنا رح أحملك الجهدي يا أمي بدي ياك تكون حزير وتحط عقلك براسك وبتنفذ شو ما بقلك و ما بتخالف رأيي أبدا يا سليم جلالة السلطان سليمان المعظم هو يا أم؟ سليمان سليم كتير متحمس ومبسوط يا مولاي و ما رح ينسى فضلك أبدا و رح يكون عن تحسن ظنك مولاي السلطان قراركن هذا شرف كبير إلي إن شاء الله رح يكون عن تحسن ظنكم وأنا ما عندي شك بنوب فهمتني شو عمقول؟ عفوان جي هان خانو شو بدك مني خير إن شاء الله؟ حابة أسألك سؤال الأمير سليم هو اللي اعتلى عرش مانيسا وأنت شو دخلك بها القصة؟ ليش عم تسألي هالسؤال و شو في من ورا؟ بس حابة أعرف شو يعني والي سنجق؟ و ليش لحتى يروح؟ دولتنا العلية فيها المئات من السناجق و معنات السنجق هو الولاية يا سيسيليا خانو و كل واحد من الأمراء بيدير سنجق من هالسناجق ليش السلطان عنده غير أمراء؟ طبعاً في عنده غيره منشكر الله في ثلاث أمراء غير الأمير سليم مين رح يصير السلطان برأيك؟ هذا الشي ما بيعرفه غير رب العالمين بس بما أنه الأمير سليم رايح عمانيسا هذا بيعني هو المرشح لأنه الطريق إلى الحكم بيبدى منهنيك يعني الأمير سليم هو حيكون السلطان؟ لك شو هالبلوة هاي؟ خلص بكفي بقى يا خانو رجعي لمحلك حاشتك أسئلة سخيفة يلا ما عم سدق ابنه؟ كيف مولاي السلطان بيتجاه الوجود وبيختار أخي سليم؟ أنا واثق أنه سليم رح يفشل لا تحكي هيك عن أخوك بيازيد سليم هلأ عنده مسؤولية كبيرة والكل لازم يوقف جنبه ويدعمه هل حكي نفسه أمي عم تقوله؟ بكرا رح تجو لحتى تودعوني ما هيك؟ ما فهمت ليش الوضع أخي؟ ليش أنت لو هن رايح؟ راجع أماس يا جيهانجير أصلاً إجيت لهم من شانك بس هلأ خلص أنا لازم روح أخي خليك معنا؟ رح نطلع عالصيد مع السلطان؟ ما هيك بيازيد حكي لك شي كلمة؟ جيهانجير مع واحد رافعنا عالصيد وبعدين سافر قلت لمولاي إني راجع وقل لي مثل ما بدك قل لي ليش بدك تروح؟ ليكوننا جايتي كان في إلى مغزة أخي وبصراحة هلأ روحتي إلى مغزة كمان بيازيد اتقبل قراركم بكل رضا يا مولاي أنا هاد الولد عم بفاجئني يوم عن يوم وعم حبه كتير طبعاً مو بس بيازيد سليم جيهانجير وكمان مريم أولادي محظوظين لأنه رب العالمين عطاهم إم حنوني مثلك أنت بوجودك عم تعطيهم الأول لألون والأبوهن السلطان الله وحده بيعرف الألم اللي أنا عشته طول فترة غيابك عني الله لا يورجين هديك الأيام مرة تانية آمين آمين أنا ما بتذكر عدد السنوات ياللي قضيتها بالحفرة كنت بعالم تاني وكتير آسي بس بعضي عنك كان هو الأصعب خفت إني ما أشوفك مرة تانية وما أسمع صوتك سليمان بالوقت اللي كانت فيه النار عم تحرقني أعدائي كانوا عايشين حياتهم مبسوطين هاي النار كانت عم تحرقني إلي يا أخي أمو أنا بغيابك فقدت روحي ورغبتي بالحياة هادول الناس سرقوا مني قلبي وعيوني ونفسي وفرحي وقتها بس تأكدت أنه ما في شي بيهدني يقلقيمي من دونك يا هويا كل الأيام اللي مرأت علي ما لا طعم ولا لور الحمد لله الذي جعلك قدري ونصيبي في هذه الدنيا وجعلني أرتوي من حلو شفاهك وجعل عينيك سبيلا يسألونني أهي بدر السماء أم نور يشع كل ليلة أقول لهم هي عطري وريحاني أقول لهم هي حبي وهيامي سليمان 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 شو شايفك شارد يا باشا؟ سمو الأمير أكيد عم تفكر بالفتوحات والحروب حلمي الوحيد هو روما سمو الأمير إذا كان لنا نصيب بده يجي يوم ونصلى هدفنا إن شاء الله أنا غادرت الأصر يا باشا وراجع أماسيا ما بقى فيني إبقى هون قرار مولانا كان مفاجئ للكل كنت حابب إنه ودعكن وأنتم مجبورين الخاطر للأسف مولاي السلطان اتخذ قراره وخسر ولي عهد شجاع ونبيل يا سمو الأمير على الأغلب هذا القرار رح يقلي بالموازين في ناس كتير رح تستفيد منه يا باشا وبالأخص السلطان هو يام ورستون باشا كلامك مظبوط يا سمو الأمير باشا ليش برأيك كم مولاي اختاره لسليم سليم مولاي السلطان ما اختاره عن عباس سمو الأمير هدفه يمنع الصراعات ويحميكم من بعض بالمستقبل بكرا الكل رح يشوف الصراع الحقيق سلطانة أكيد مريم شرحت لك الوضع يا باشا يا ريت لو حطيتوني بالصورة أنا كنت طول الوقت عم طمنوا لسموه الأمير وهلأ أكيد بيكون فأد الثقة فيني إذا مصمم يوصل لهدفه لازم يتعلم الانتظار والصبر وكمان ينفذ كل أوامري عذريني يا سلطانة بس السلطانة مريم معها حق أكيد هلأ أعداءنا رح يعتبروا ان اختيار الأمير سليم هو لصالحه هدولي الأعداء يا باشا هدفهم شخص واحد وإذا هو وقع رح نقع كلنا ما بقى في لزوم للخوف يا سلطانة العرش صار بإيدنا وما فيوني غيره هاد الشي روحت الأمير مصطفى الفجائية ممطمنتني أبدا يا هرستوم علاقته بخضر باشا هي الفترة واستقبال الجنود ومحبتهم لإله كله بدل على شي واحد وما بيطمر ابنه ما بظن عنده جرأة يعمل تمرد يا راتي تمرد يا باشا هاد بيفيدنا كتير هدول كل همون أنا وبس وهدفهم أنه يقضوا علي ولهذا السبب هم بيحاولوا يحاصروني ووقفوا بيوشي أنا بعرفهم بيرأي حضرتكن عم تبالغوا لا يا هرستوم أملهم كان ولاية عرش مانيسا وأنا قدرت أخذها منهم وهلأ رح يشنوا علي حرب كتير قوية لسه ما بيعرفوه يا أبو ما رح خليه ندوء بمصر أبدا كل شي جاهز مو هيك هي جاهز يا سلطانة بس أنا برأي نستنى شوي لا ما رح نستنى هي فرصتنا وأنا ما رح ضيع بنوب هالشي ما حد رح يتوقع بهذا الوقت وأكيد رح يكون من دون حمال سلطانة واستحيل اتراجع يا رستوم فات الأوان سلطانة برأي نستنى مو أسنى مو أسنى أرا واحده هو الأمير مصطفا صاحب الحصان الأبيض مانصور رح للجهة التانية بس انتبه ما يشوفونك وأنت انتبه كمعان ان تتوقع مو أعني مو أعني ما زالت تحكي إنتي؟ نعم نعم بنفسك نحن فكروا إنه هذا المو مزبط فاليريا نعم نحن من الأخير سنيورا سأخذي صحباً وأخذي صحبي لأحد غيره سنيورا، ما هذا المو أصبح والله خايف يشوفوني لويني يا خانون وشو هاد يلي بإيده؟ شرشف يتوسخ كتير رايح أجيب واحد نظيف هلأ مو وقته نادية هزار تعول هون ماليني فخري يا خانون سموه الأمير سليم رح يروح الحمام روحوا بلشوا بالتحضيرات اللازمة لحن روح فورا واقفي بأدبك يا خانون ولا تتجاوزي حدودك انتي شو اسمك؟ فاليريا يا بنات فاليريا رح تروح معكم خلوها تتعلم الشغل أحسن ما تعود هون لا شغلة ولا عملة يا سلام رح رح على الأمير سينيورا أنا بعتذر منك لازم روح الحمام فورا ما حذرت يا فاليريا أنا هروح بيشو عم تفكر يا سليم لا تكون صدقت انك رح تكون ولي عهد الدولة قرار مولاي السلطان خيب أملك يمكن خلى أحلامك كلها تنهار بيكون قال لحاله بلكي هالقرار بيخليك تكبر وتركز شوي أنا رح روح أتحمّم لأنه هذا الحديث رح ينتهي بمشكلة بكرة طالعين على الصيد فقلت بيجي وبخبرك بنفسي لا تطول بالسهرة لأنه إذا ما صحيت بكير بابا من أول يوم رح يعرف أنه غلط بقراره هاد يا أخي واضح أنك كتير متدايق من قرار مولاي إذا بدك تعال معي بلكي بتساعدني بإقدارة الولايه رح يجي يوم روح فيه على منيسة يا سليم بس مو من شأن نقضي وقت مع بعضنا أنا رح روح استلم حكم الولايه إن شاء الله فليريا وانا يا سيسيليا؟ تعباني شوي راسة عمي وجعة فقلت بيجي بدالة يا بنات لساتكن ما خلصتوا يلا صمو الأمير جاي عالطريق كل شي جاهز يا خانم يلا يلا طلعي قدامي على شو عم تطلعي سمو الأمير سمو الأمير سامحني أنا ما انتبهت طلعي لبرة سمو الأمير أنا حابة اتشكر حضرتكم لأنكم انقصتوا حياتي هديك الليلة وأتحولت إنه انتحر وأطعت شرايين إيدي فضلكم هذا يا سمو قلتلك طلعي لبرة يلا أنا ما بدي حدا عندي سمو الأمير موسيقى 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 ما بدك تجي تنام؟ أنا مونعسان أكيد قرار السلطان ضايقك كتير وشغلك تفكيرك أنت اهتمي بالولد وبس أصلاً أنا كل الوقت عم فكر فيه وبأيامه اللي جاي وبتمنى أنه يولد بسرعة يفرحكن ويسعدكن إذا الله سبحانه وتعالى رزقنا بصبي رح سميه على قسم أخي المرحوم محمد سينيورا، أنت منيحة؟ الأمير ما تذكرني يا فاليريا وبجوز حضرته تصرف هيك عن أصد سينيورا بس في كتير جواري بالأصر وصعب سمو الأمير أنا يتذكرون كلهم رحولي تنزلي مستوعي لمستوهن؟ لا، أنا أوعك تنسي مين بتكون سيسيليا؟ أنا، سيسيليا بانيار بافو وكل رجال البندقية كانوا يتمنوا رضاي مظبوط كلهم كانوا يتمنوا ياخدوا منك نظرة سينيورا بس أنت هون بالدولة العثمانية وما حدا بيعرفك مين بتكوني؟ فلا تلوميهم أنا رح خليهم يعرفوني يا فاليريا وبكرة رح تشوفي بنفسك رح حلمهم كيف يحترموني وخاصة هذا سليم أنا ما لي عبده وما بوطي راسي أبداً وما دام ما في مخرج من هون وما في مفر بنهم معناته أنا لازم كون بالعالي وبهداك المكان بالذات سلطانة هدول أجمل الجواري شوفي ما أحلاهم ما شاء الله اختاري واحدة منهم مشان نعلم القواعد لتكون المفضلة لسمو الأمير سليم بعثهم لحرم الأمير يا سنبل بس بصراحة ما في ولا واحدة منهم عجبتني يلا روحوا عشالكم لشوف سلطانة لا تاكلهم أنا بنفسي رح اهتم بهالموضوع من هون ورايح فتح عيونك مميح يا سنبل الأيام الجاية حتكون صعبة في عصف كبير كتير رح تصير وحتى ما تاخدنا بطريقة لازم نسبت رجلينا مميحا ترجمة نانسي قنقر 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 صحوا سمو الأمير فوراً يلا بسرعة ما في وقت سمو الأمير عم نتعرض له وشوف أمي بسرعة أمي دخي لك يا ربي شو اللي عمزي أغدي ذات خافي سمو الأمير سمو الأمير سمو الأمير سمو الأمير منصور حميني يلا طعي معي سمو الأمير نحن لازم نبعد مشان نحميك مين هدول ووين هنه هلأ هنه بين الشجر وجايين لهون سمو الأمير روحوا بسرعة سرعة خدوا الخانون من هون لا أنا ما بروح بلاك خلوا عيون كنوا فتحها منيح على سمو الأمير اشتركوا في القناة 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 هاي هي المسألة انا بحاجة لخانوم تخليه انه يسمع كلامي وتكون زكية ولماحة لازم انه اختارها بنفسي منشان ما توجع لي راسي بعدين ما راح ارتكب خطأ المرحوم السلطانة الام يا مريم لو ما عادتني كل السنوات الماضية وما وقفت بوشي ما كانت خسرة السلطان وخلتني اكسبه بصفي انتي سلطانة قوية كتير ويوم عن يوم عم تفاجئيني كيف قدرتي تخبي يا خانو؟ ما فت شوكي وقت فت فيه على حرملك القصر؟ هاي الامور ما راح تصعب على واحدة مثلي يا آغا هاي جوها رتمينة كتير التجاري اليهود بيدفعوا مال الدنيا لا يحصلوا عليها بس بالمقابل بدي منك شغلة انك تختارني لحرم سمو الامير هو شي طبيعي انه الجوار يحبوا يروحوا يعيشوا بالحرملك عند الامراء وهذا الشي مو غلط بنوب بس بس يدفعوا رشوة مقابل هذا الشي فهذا زنبيا خانو وعقابو راح يكون مسهل ابدا مو هيك مو قصدي ارشيك وانتو في شغلة بتقولوها بتقولوا هتيا وطالعة من جواتي هيك منقول مدام طالعة من قلبك يا خانو انا كمان راح ساعدك من قلبي راح اتاخدها بس تختارني اعذرني يا مولاي انا ما كنت حابب اني ازعجكم بهذا الوقت بس بعرفكم حريصين على امور الدولة وجودك ما بيسبب لنا اي ازعاج يا عبو سعود افندي بعبي مفتوح دائما اللي اليك قل لي شو لصة متل ما بتعرفوا يا مولاي شيخ الاسلام السابع جعفر زادة افندي اصدر فتوى بالغاء جمعيات الوقف ومن وقتها يا جلالة السلطان منعوا تشكيل جمعيات الوقف بدولتنا ايه مصبوط مع الاسف شيخ الاسلام فانري زادة محي الدين عم يسلك نفس السلوك يا مولاي اذا نحن منعنا الوقف بدولتنا راح تتدمر مؤسسات مهمة يا جلالة السلطان ورح تتعطل الخدمات اللي عم نقدمها للمحتاجين انا برأيي انه هذا خطأ كبير ومخالف للمصلحة العامة جعفر زادة افندي ارتكبها في وقت والكل بيعرفوا الشي بس اتهاماته لمحي الدين عربي اتهامات باطلة ما كان عنده اي دليل مثل ما قلتلكل من قبل يا مولاي الاسلام هو دين المحبة والتسامح والفتنة اكبر عدول الاسلام ان شاء الله شيخ الاسلام افندي ما يوقع بنفسنا فوات الشيخ زادة افندي من اسرة معروفة بحب للعلم وقدم خدمات كثيرة لدولتنا وما بظن انه يرتكب اخطاء انتي لا تشغل بالك بنوب انا بنفسي رح اهتم بهالموضوع لسه كام يوم بدنا لنرجع يا جيهان جير رح نضل هون اسبوع تاني اذا مليت بقلهم يبعتوك مش تقلق لما نيسا ولا نسيت انه مولاي اختارني لكون والي عليها انت بتعرف كيف رح تروح عليها ولا رح تضيع الطريق لا تزعاد هو عم يمزح معاك ما هيك بيازي مظبوط عم بمزح سليم ركاب حصانك خلينا نتسابق لتل شاهين لنشوف مين رح يفوز ما في لزوم خلونا عم نمشي انت روح ادامي وانا بالحق بما انك واسق من فوزك يا اخي شو رأيك نحط شروط بيازيد مو وقته السلطان عم يستنانا موافق اي اذا ربحت حصاني اليك شو بدي بحصان خسران بدي خاتمك اللي هداك يا مولاي السلطان واذا انا ربحت رح اعطيك شو ما بدك وقته كلشي رح يكون تحت تصرفك معناتو اسمعني كتير مني رح تجي تطلب مني العفو قدام الكل ما فهمت ليش لا يطلب منك العفو؟ لانه عم بيقل الأدب على أخول كبير يا جيهانجير عطينا الإشارة جيهانجير يا جيهانجير يا جيهانجير تحركي بسرعة نتيجي امرانا رح يوصلوا بعد كم يوم عالقصر ولهذا السبب الجواري اللي رح يروحوا معون عالحراملك لازم يجهزوا حارا اسمعوني اللي اخترتوا ان هذاك اليوم يقربوا لقدام بيكفي مظبوط انتي وانتي وانتو التنتين كمان مظبوط لسه بدنا جارية واحدة الباقي رح يبقوا هون ها تعالي لشوف يا خانو لا مو انتي اللي وراكي ها ها يلا لاشوف البنات اللي اخترتون يجوا لهذا الطرف والباقي يروحوا على شغلون يلا تحركوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بكشبك وقفة يلا تحركي فخري يا خانو اسمعيني منيح بدي تسجليلي اسماؤن ومواصفاتن وما بدي اي خطأ الله وفقك يلا روحي بكرا رح تندم كتير يا سمبو الاخر لانو خسرت جوهرة تميني مممممممممم والله مظبوط رح عنده ما كتير وخصوصا انو مبارح بالزاد زادوا مجوهراتي واحدة جديدة ويحملوا الشيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلطانة خليكم مرتاحين انا شوي وبرجع اشتركوا في القناة هتروحي على حرم لك سمو الأمير والله أنا كتير اتفاجأت يا ريت اختاروك تروحي معنا انا ما لي محظوظة مثلك يا فاليريا شكلي ما رح اطلع من هون والله اعلم شو مخبيتلي الأيام بس انا ما رح استسلم احكي مع فقري يا خانم بجوز تسمح لك تروحي قدام سمبل هالخانم ما لا كلمة روحي جيبيلي ألم وارقة مستحيل أنا ما بقدير لك انتي عم تخال في قوامر يا بنت بدك تعزريني من هون ورايح أنا ماني خادمتك هالشي ممنوع وهالشغلات لازم تتعودي عليها مهم سمبل آغا قال لي انه مصطفى لساة توعايش مظبوط شو عم بصير يا باشا قال لي مع الأسف الأخبار بنوب ممنيحة مو قلت لي انه هاي المرة أكيد رح يموت بعدين انتي إليك شهور عم بتخطط للموضوع شو ياللي صار لقوا كل رجالنا مقتولين بالغابة يا سلطانة والغريب انه ما قدروا يعارفوا مين عمل هي العملة كيف انقتلوا كل شي صار من الصبح بكير يا سلطانة ورجال الأمير كانوا نايمينه محسين على شي رامي السيهام هو الشخص الوحيد بيناتهم ياللي بييعايش واجه هذا الغبي كمان عواض ما يقتله للأمير واجه سهمه على جاريته الحامل مو قلت لي انه هو أفضل رامي بالدولة العثمانية يا باشا حسب ما قال لي قائد الحرس يا سلطانة الزلم المسكه كان منصاب إصابي قويه بظن انه في حدا هجم عليه هو عمير مي وهو لسا تعايش لهلأ مات بعد ما أعطاهن معلومات أعطاهن معلومات؟ ضروري أعرف شو هي المعلومات اللي يعرفوه يا باشا ما خبرون شي غير أنه قاسم أفندي هو يلي حردون يقتل الأمير مصطفى إذا بتسمح لي جلالة السلطان ما بعرف إذا كان القرار يلي جلالتكن اتخذته بخصوص الولاية الجديدة بمحله بس أهم شي إنه يكون فيه خير للكل إذا كان قراري خاطئ وين الخير يا أبو السعود أفندي مولاي الخير ما بيكون باتخاذ القرار الصح أو الخطأ يا مولاي بيكون بنتيجة هالقرار والمهم إنه ضميرك يكون مرتاح أو واسق من قرارك يا مولاي رح أعطيك مثال وقت بتخبي شخص قاتل ببيتك وبتمنع العدالة تأخذ مجراها خطأ كبير بس كمان ربنا سبحانه أمرنا نساعد كل شخص دق على باب بيتنا وطلب مننا إنه نساعد ونحميه هذا الشي من شيء بالكرام وبالحالي هي بدك تسمع ضميرك شو رح يقلك الخيار اللي رح يقوله ضميرك يا مولاي هو الخيار الصح حتى لو كان قرارك خطأ نيهنك إيجيت يا أبو السعود أفندي أنا دائما بيستفيد من ثقافتك ومعرفتك للأمور أنا بنشكركن يا مولاي مولاي جي عنقير خير شوفي إحصان أخي سليم رجع لحاله مولاي وعلى الأغلب صاير له شيء وكمان بيازيد ماله مبين كانوا عم يتسابقوا مولاي جيبول إحصاني بيازيد يا غوات سلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام وعليكم السلام إلي وقت ضايع بالغابة إذا بتدلوني عن طريق بعطيكم مكافأة كبيرة أنت شو عم تحكي؟ هل بده يعطينا مكافأة؟ ما تعزي بحالك نحنا بنعرف كيف ناخده منك سلام عليكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه انت منيح يلا اوم معني مصدق انه الامير مصطفى نفاد من الموت الظاهر انه في ناس عم يحموا حتى هو ما له خبر بهذا الشي وما بيعرفون من هنين كيف يعني ما بيعرفون يعني رجالي ما بيعرفوا من يلي اتى الأعوان طيب شو عرفك اذا كان قائد الحرس ما عم بيخوننا يمكن كان عنده هدف يوصل لك هالخبر لا ثقة كبيرة فيه هو الشخص الوحيد اللي راح يوقف جنبنا المفروض نلاقي التاجر ونقل له شو يحكي بالضبط شوف يا رستوم اذا عرفوا شو عملنا وانكشف امرنا راح ينقطع راسك وراس كل يلي اشترك معك لهيك تصرف حاول توصله وتقتله ما عندك حل تاني شاكك بشي حدا؟ بصراحة في شخص ببالي يا سلطانة اكيد شاكك بخطر باشا شاكك بخطر باشا شاك بخطر باشا شاك بخطر باشا اكيد هويام وراها القصة كل الاحتمالات واردي سلطانة بس صعب نتأكد وخاصة انه لسه ما مسكنا التاجر واسمعنا منه هاد اذا كان لسه دعايش مظبوط سلطانة بعثنا خبر للريس خضر وخبرناه باللي صار عن قريب رح نعرف الحقيقة ومين وراها القصة اخدوا مني حفيدي يا يحيا اتلوه لسات وجنين صغير صور لو السهم اجاب مصطفى كنت خسرت ابني الوحيد كمان فيك تقلي ليش ما عم تحمي الامير مصطفى يا تشالي جالي سموه الامير اماني برأبتك عم تفهم سلطانة ما عم بتركه غير وقت يروح عن نوم وعلى طول هو يضحت نظري مصطفى ما عقولي يا ابني تضلك على هل حالي؟ ما بيجوز تساوي اللي عم تساوي بحالك كانوا رح يقتلوني سلطانة ما بعرف اذا المرة جاي رح انفد لا تقول هالحكي ربي يحميك وتحمل احفادك بين ايديك ان شاء الله طيب ليش؟ ولادي ما قالوا نزم بيا امي مظبوط هالحكي بس هي ارادة رب العالمين لازم تخلي ايمانك بأله كبير ربي اليوم معي بس مين بيعرف مرة جاي يمكن ما يكون معي امي يمكن ما يكون معي اشتركوا في القناة حتى لو قعت عن احصانك وضيعته سليم انا الرابح بهذا السباق الفوس كان الي انا بس لو ما وقعت عن احصاني خليه معاك باخده منك بشي مباراة ما بتقع فيه عن احصانك ما يزيد خلص شبك سليم باخده مرة تانية ما بدي كون مديون لحدا خاصة اليك انت رح تاخده للخاتم شو قيمة الخاتم؟ انت هلق صرت مديون الي بروحك موسيقى 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 سليم بيازيد لا يكن لك فكر مولاي سليم منيح بس أكل ضربي على رجله أكيد يا بيازيد تخنقت مع أخوك مرة تانية كم مرة قلت لك سليم أخوك الكبير وأنت المفروض تحترمه بس مولاي أنا شرح كبير مو مشكلة مولاي أمك طول الوقت عم تقلينك كبرت وصلت شابه تغير طبعك بس يلي شايفه أنه لساتك ولده لسه بدك كتير لحده تكبر للأسف مولاي مالي زنب ابنه أخي سليم قل له لمولاي شو اللي صار معك إذا بتسمحوا لي يا مولاي أنا تعبان شوي وبدي ارتاح سليم وقاح نحصانه وضيع الطريق وقت لقيته كان بين يدين قطاعين الطرق بس أنا أجيت بالوقت المناسب ولولاي كان وقد دلو سدقني مولاي بس مظبوطي عم تقولو ايه مظبوط هجموا علي وكانوا رح يقتلوني بس لما أجى بيازيد كنت مخلص على كل رجال الإصابة ايه مظبوط ولهيك كانوا رجليك عم ترجفوه موسيقى 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 يا بنات اليوم بكفي لحد هيك كل واحدة تقوم على شغلة موسيقى انت شو عم تساوي؟ ولا شي يلا لا شوف روح بسرع عاشغلك رح نحطلك مرهم قبل ما تنام وان شاء الله يومين بتصير منيح لش المرهم على طول معك؟ يعني بصراحة ايه؟ لانه انا ما فيني استغنى عنه انت كمان رح تروح عالصيد ما عليش عزرني مولاي بوضعي رحكون عبق عليكم اكيد عبق شو جيهانجير؟ فيه شيء اب بالدنيه بيشوف ابنه عبق عليه محاول انتهي؟ اذا بتقصد بالعبق هو العيب اللي حامله على ظهرك لازم تعرف انه كل انسان مننا في عنده عيوب كتير والعيب الحقيقي يا جيهانجير صدقني بيكون بالعقل او بالروح او بالقلبه بس مولاي معو حق يا جيهانجير يا ريتك الانسان يتحمل مسؤولية نفسه وقته ما رح يكون بهالدنيا فيه كذبه خداعه لهيك لا تتدايق ابدا يا ريتك الانسان يتحمل مسؤولية نفسه اشتركوا في القناة يا ريتك الانسان يتحمل مسؤولية نفسه يا ريتك الانسان الساحرة يا اغا جيب ليه الخانوم لأون ما هذا يا خانو؟ حكي لشوف شو عم تعملي هون بهالوقت حبيت إيجو شوف لنجوم شو السبب؟ لنجوم فيقلون لغة خاصة بتحكيلنا شغلات كتير وبتخبرنا عن مستقبلنا إيه أنا متأكدة من هالشي خدوا الخانم وحبسوها بشي مكان الصبح من حاسبة على عملتها خبروا السلطانة بعملتي أنا شفت السلطانة هو يانبين لنجوم خبروها عفيفة خانم أنا ناقصني جنان يا ربي مولاي مولاي أنا بدي يروح نعم تصبحوا على خير مولاي وأنت من أهل الخير ما بعرف حقيقة اللي صار بيناتكم بس سليم عم بيقول شي وانتي عم تقول شي تاني وهتصرف معناته إنه في واحد منكن عم بيكذب أمور الضيانية تقولولي شو هي الحقيقة باعتبارك يا مولاي عم تسألني فمعناها أنت مفكر إنه أنا اللي عم كذب مظبوط أنا ما قلت إنك أنت عم تكذب بس أنت كمان بتحمل زمن ومتل ما أنا شايف إنك حاسس بالغيرة والحقد وحامل عليه كتير بقلبك وعم تنبسط كتير وقت تزغره قدامي وعم تستغلك الفرصة مولاي أنا إذا بيوم من الأيام أنت جبرت أي إنسان على الغلط وما تركت له أي فرصة ليتفادى الغلط وقته أنت بتتحمل جزء من الغلط يا بيازيد طالما هيك يا مولاي معناته في ناس كتير ملازم يتقاسموا الأخطاء اللي عم يرتكبها قبل ما تفكر بغيرك فكر بحالك وخلص حالك من طمعك اللي رح يزيك إلك قبل غيرك بعدين هدول الناس بيجوز يقدروا يشوفوا أخطاء لحالهم فيك تروح سليم تركني أنا بدي أرتاح ما أجيت إتخانق معك أجيت لأعتذر لك بابا طلب منك تجي وتعتذر؟ أبداً أنا أجيت لحالي لأنه كان لازم اتفهم رغبتك وخبي هاي الحادثة اللي بتخجل يا أخي سامحني لأني فضحت أعمالك الطيشة جناب الأمير شو عم بدور براسك ما بيهمني أبداً؟ بس اللي عملته أنا هو الصح شو هو الصح؟ إنك تطلع بعيوني وتكذب حتى بدون ما تخجل من حالك؟ وفي اللي عم تعمله شو بتسميه؟ ما ضل شي ما عملته مشان تكبر بعين السلطان؟ أنا متأكد إنه هدول الناس إنت اللي باعتهن؟ مفكر راح تقلي القيمتي بهالعملة؟ إنت أكيد مجنون بس أنا اللي حوقف به الشك حتى لو إي عم تقوله صح فهالشي ما راح يغير الحقيقة حقيقة إنه إنت واحد وضيع وجبان وما لك أمان يا سليم أمي معي يا خانو أمي معي يا خانو إلي إلى وين بدكن تأخذوني؟ موسيقى 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 مولاة السلطانة أول شي وقفتني بالأصر وقلت لي حابة ترجعي على بلدك وبعدين قالوا لي أنك حاولت تنتحري وهلأ لأوكي على السطوح لحالك على شونة ويا يا خانو وقفت كديك المرة لأني كنت حابة أطلع منهم وبعدها حاولت انتحر لأنه كنت بدي موت وطلعت على الدلة لأنه حابة تشوف قدري يا سلطانة عم بتدوري بين النجوم على قدريك لا يا مولاتي أنا قدري ومستقبلي بين إيديكي أنا هلأ شايفي قدري بعيونك هل حكي شو معناته؟ هي طول الطريق وعم تحكي هيك كانت عم تقول أنه شافت حضرتك بين النجوم ظاهر أنه البنت جنت مدام عم بتقولي شفتيني يلا حكيلي احكي عم بسمعيك في نار كبيرة بقلبك يا سلطانة وقوية كتير وموصلة للسماء ونجوم كمان وهالنار ما رح تنطفي رح تحرقك معه هالنار رح تحسبك كتير بس رح تصلي لكل شي بتحلمي فيي يا سلطانة وأنا كمان شفت حالي بهي النار يا سلطانة أنا كمان لقيت قدري وشو هو؟ مدتي لإيدك وأنا مسكت وارتفعت معك لفوق على السماء لجنة سمو الأمير سليم الأمير سليم؟ بدي روح مع الأمير سليم يا سلطانة بعضوني على حرم سمو الأمير يا مولاتي أنا شفتها العلامة بحركة النجوم هلأ أفهمت شو قصدك من كل الحكية اللي عم تحكي سمعتي كلامها عفيفا خانو؟ هم؟ سمعتي شو المطلوب؟ بعرف كيف وقفها عند حدا يا سلطانة لا تكلهم بس تروح على سوق العبيد رح تصحى على حاله سلطانة أول وآخر مرة رح سامحك بس إذا مرة تانية سمعت إنك عملتي مشكلي رح تلاقي حالك بسوق العبيد باولاتي سونا سمو الأمير في أخبار مهمة قدروا يعرفوا مكان التاجر قاسم أفندي أنا رح أبض على هالخاين وجيبه لعندك سموك أنت خليك بالأسر ملكي كنت أنا السبب ملكي طلع عم يدفع تمن زنوبي إلي سلطانة تخلصوا منا سلطانة كل الأحداث اللي صارت ما لا أعلقة فيك ولا بتخصك ابنه أصلا مستحيل لأنه أنت مانك ظالمة أنت دائما كنت المظلومة موضوع مهم لازم تعرفوا يا مولاي سمو الأمير مصطفى وهو راجع بطريقه على أماسها للأسف تعرض لهجوم مصطفى مات نشكر الله أنه سمو الأمير ما تأذب نوبي يا مولاي السلطان قدرتوا تمسكوا اللي أعمل على العملية كل يلي هجموا عليه ماتوا بس مع الأسف فأدنا ناس عزيزين مفضلت سمو الأمير مصطفى مع الولد يلي بطن سلموا الأمان لربهم ومين اللي تجرق وهجم على ابني الأمير يا أرستوم شاوبني يا أكي مين لا هلأ ما بنعرف يا مولاي بس نحنا عم ندور عليه وأكيد رح نلاقي بي أقرب وقت بس ما بتلاقوه بسرعة رح عاسب كلمي القصر بشغله ابن شندي للوزير العصم رح اتبع كلكون طلعوا لبره وتركونا لحالنا شبكي معصبة مصطفى نفت ابن الموت بأعجوبة معناته ورستوم خبرك لا يا أمي عرفت هالشي بوسائل الخاصة صايرة عم تشتغلي بالسر من وراي انت يلي حياتك أسرار انت وعدتيني واتفقنا ما حدا رح يأزي لأخي ولا بأي شكل اي وانا ضليت عند وعدي بعدين شو السبب يلي رح يخليني يأزي أصلا أنا مستحيل أعمل هيك شي شو اللي صار أنا ما ليه علاقة بالشي اللي صار له الواضح انه يلي صار فخ فخ ناصبينه من شاني وما عندي شك انه رح يتهموني إلي أنا مو صغيرة لتتضحك عني معناها حاش تتصرفي متل صغار أنا شو قلتلك قلتلك توسقي فيني أنا وبس وأنا هلأ رح أقوله مرة تاني أنا ما دخلني بالشي اللي صار بنوب مع أنه من حقيقة قتله أخدوا ابني مني بس مو أنا يلي حاولت قتله يلا يا ابني سعجلولكن شوي لا تقتلني بترجك ترحمني يا سمو الأمير لا تقتلوني ارحموني يا سمو الأمير مين عطاك الأوامير؟ ما بعرف ش بنوب مين عطاك الأوامير؟ تقتليني يا سمو الأمير ارحمني لا تتلني لا تتلني راح أحكي راح أحكي عزيز عزيز أغا مين هذا عزيز أغا؟ أحكي بالعاصمة نرجال الباشا نرجال رستم باشا سمو الأمير سليمان سليمان ربنا تلطف بسمو الأمير شلون بيسخوا بولد للسماء شاه في الدنيا؟ شو هالظلم هاد؟ أقدرتوا تعرفوا الخاين؟ إن شاء الله تكونوا مسكتوا لا لسه يا أخيام راح نمسكوا وقال لكتير ناس راح تتعذب من ورا هالشي ايه طبعا مين بيتجرقوا بيحاول يقتلوا لسموه الأمير؟ مولاي ما تتدايق المهم إنه الأمير مصطفى ما صر له شي ومن شان هيك المفروضة تكون مبسوط كان ممكن إنه يموت لو مفضلته مع هجمة ووقفت بوشه أكيد كان راح يموت طيب شو راح يصير هلأ؟ ليش جبتوا للزلمة لهون؟ ليش ما قتلتوا هنيك وخلصتونا منه؟ لأني بدي يا يحكي كل شي قدام مولانا السلطان ليش هو شؤال؟ رجع على غرفتك سلطانة وهي المواضيع يا ريت تبعدي عنها مستحيل، هذا الموضوع كمان بيخصني لازم أعرف ميني اللي حرمني حفيدي وحاول يقتل ابني هو ياما هيك؟ هي ورا هالشي سلطانة لو سمحتي خلينا نطلع أنا حذرتك قبل يا مصطفى هالحية ما رح تستسلم أبداً وما ممكن تتراجع رح تعمل المستحيل بس مشان تأزهيك عاجلاً أم آجلاً أنا رح أقطع راس هالحية ورديان ضل عم بتعذب لبين محاقي هالشي وليش لحتى ما روح؟ أنا بدي اطمّن على أخي بالأول خلينا نشوف مين الفاعل، بعدين روح لوين ما بدك؟ مريم ما عحق، أساساً السلطان ما رح يسمح لنا نروح اللق أنا ما سألتك شو رأيك؟ مين إلو مصلحة بيقتله؟ مين ما كان الفاعل أنا رح اتبحه بيديه؟ أكيد هلأ أخي عم يتعذب كتير كان ناطر يجي ابنه ويفرحه طويل بعلك جيهان جير الولاد كتير متدايقين على مصطفى حابين يروحوا ويشوفوه بس ما في أمان لنبعتهن لازم نستنى شوي ادخل مولايا السلطان قول شو عندك؟ نحن قدرنا نعرف مين هو الخائن يلي حاول يقتل سمو الأمير زلمي اسمه قاسم أفندي بيشتغل تاجر يا مولاي وهل ملعوم مين بيكون؟ واحد من نبلاء أماسيا وهو تاجر بيشتغل بتجارة الأمح يا مولاي وصار في مسألة شخصية بينه وبين سمو الأمير قبل هلأ أكيد صاير شي كبير لحتى هالتاجر سوا هيك كل سكان أماسيا عم يشتكوا من هذا التاجر يا مولاي السلطان عم يمارس كل أنواع الاحتيال والغش وإله علاقة كمان مع الكفار ومتعاون معهم بأعمال خارج قوانين دولتنا ولما كترت الشكاوى عليه دعا الأمير مصطفى على الديوان وحاكمه والقضاء أصدر حكم بوضع اليد على كامل أملاكه وأمواله معقول لأنه صادر له أمواله حاولي قتله شو هل حكي هاد؟ المعلومات يلي وصلتنا من سمو الأمير عم تقول هيك يا مولاي السلطان بعض اللي ماتوا بالهجوم عم بيقولوا أنهم من جنسيات أجنبية وقدروا يمسكوا له هذا الملعون؟ ما ضل كثير حتى يمسكوا سمو الأمير بذات نفسه عم يدور عليه أنا كمان أخدت التدابير اللازمة أمرت بإغلاق كل الحدود وبالأخص الموانئ وإذا مو اليوم أكيد بكرا أنهم مسكوا شو هالشرق أحي؟ الواضح أنه مدعوم من الأجانب يا مولاي السلطان لأنه مستحيل يجرأ عليك عملي لحاله طلعنا برا موسيقى موسيقى ما هو الأوقات؟ ما في معلومات أكيد يا سلطانة لسا ما وصلنا للتاجر موسيقى انت شو عم بتقول يا باشا؟ هاد الزلمي هو فرامان موت بالنسبة لنا اذا مسكوا مصطفى شو منعمل؟ افتاح الباب هذا مات مسموم؟ كيف وصلوا لهون وقتلوا؟ تعال لهون يا رئيس الحرس امر نيابك يلي جهز الأكل ويلي جابه والحارس يلي كان واقف على الباب بتجيبوا لهون فورا تحت أمرك هذول الخواني قدروا يفوتوا بيناتنا تشالي جالي سمو الأمير لازم نوصل الخبر لمولانا بسرعة لأنه إذا ما قدرنا نسبة شي مولانا ما راح يترك القصة تمرق على خير أبدا أكيد حسبوا حساب كل خطوة محتملة لهاي العملية وأخذوا كل احتياطاتهم بس في شغلة ما حسبوا حسابه أبدا أنا من هاللحظة راحكي معهم باللغة اللي بيفهموها اشتركوا في القناة وليش لحتى استنى لبكرة خليني اطلع مع سليم ومين قالك أنه راح تروح بكرة أنا صر لي زمان برجع لعندك مرة تاني مو ظابطة هالمرة هي أوامر السلطان جيانجير بس تروحوا كلكن أنا شو بدي أعمل هون لحالي على القليلة ضلك كم يوم تانيات بعدين السلطانة كمان بدي أياك تضل هون مضبوط لأنه مثل ما بتعرف في مسائل بدي أحلوا لازم نحكي فيها وهالمسائل بتتعلق بمخصصاتك سلطانتي الغالية يا حبيبي معنات إجا الوقت ولازم وضعك يا ابني بشرفني استقبلك بإمارتي الجديدة يا أمي أكيد بيقعرف فرصة بدي أجي لعندك متل ما بتعرف قصر ما نيسة كبير وضروري يكون هناك مشان النظام وبالكي مريم وجيها أنجير كمان بيرافقوني لما بيجي لعندك أكيد لإني حابة شوف أخي بإمارته الجديدة سينيورة سيسيليا الظاهر أجوأت الوداع صحيح بعد شوي رح يأخذونا مع الأمير يا ترا كيف أصر ما نيسة بيقولوا أحلم أنهم بكتير متأكدة أنه هيك عن جد غريب اللي سنين وأنا عم أحلم أني يكون بمكانك وهلأ أنت عم تحلمي أنك تكوني بمكاني بيها الرحلة بدي أصلك لسانك هاد إذا مرة تانية بسمعك عم تقولي هيك شو بك يا سينيورة احكي مع النجوم تبعاتك بلكي بساعدوكي أصحك تنسى الكلامي اللي قلتلك يا يا أميري أنت هلأ ولي عهد العرش والعيون كلها رح تكون عليك وأول عيونك أنت يا سلطانة معلوم ما في شك أنا خسرت محمد بهداك الأسر الله يحمي لي إياك يا ابني آمين آمين أمي أمي مولانا عم يستناني الله ينوير طريقك ويأوي عزمتك يا حبيبي آمين غيزيد الله يكون بعونك يا أخي الله يعينك على هالحمل لأنه مهمتك صعبة رح نظل وقفين عم نستنى هون أنت بتتذكر شو حكينا من كم يوم ما في أسئلة وما في حكي بنوب ويريد تتقيد بالقواعد اللي حكينا فيها بس نحنا جايين على قصر مو على زنزاني مين من كون توارول؟ يحيا بك أمرون يوصل هاي الرسالة لسموه الأمير مصطفى ادخل سموه الأمير من شوي إجو رسولين حاملين معن هاي الرسالة أين هون هلأ؟ يا أغوات احترامي سموه الأمير خضر خير الدين باشا كاتب برسالته أني فيني اعتمد عليكم بكل شي هذا لطف من جناب الباشا أني يكون بخدمتكن هذا شرف كبير إلي يا سموه الأمير أنا مبسطة كثير لأنه اختاروني من الزوار يلي رحيب أنا طارح لأنه لا أسمع تأذني أكيد رحنا مبسطة كثير إلي يا دو بنلح عمشات فرحتي ومسدق يا بنات سكتوا وصفوا على الدور يلا انت شو اسمك يا خانو؟ فاليريا ماشي هلأ اللي بنادي عقسمه بتقرب لعندي دستور زبو الأمير سليم يلا يا بنات واقفوا صفوا حد بسرعة حبتوا راسكم بالأرض وما ترفعوا أبدا افتاح الباب فورا مين انت يا خانو؟ شو بدك؟ حالد بيزيد وسليم ما عجبتني أبدا صاير شي بيناتهم يعني؟ ما عندي أي معلومات بس بتوقع تخانقوا يوم راحوا على الصيد واقفي لوين رايحة؟ سلطانة بركتعي يا بنت سمبول سلطانة سمعيني سمبول 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 معي يا خانم يا خانم أنا شو قلتلك من قبل أه؟ ما قلتلك بأول مشكلة بتعملية بدي إبعتك على سوق العبيد؟ أنا رضياني يا سلطانة أنا قبلانا بكل شي بتحكمي فيه ما لي حدا أحتمي فيه غيرك أنا ما لي حدا هون اليوم سمو الأمير راح يروح بس ما اختهروني من الجواري مع أنه هذا الشي مقدر إلي بس ما اختهروني يا أم بتأمريون بقتلي يا أم اسمحي لي روح مع سمو الأمير معقول لهالدرجة حاب تروحي مع الأمير؟ أكتب ما بتتصوري مدام هيك موافقة راح أسمح لك تروحي معه فيك تروحي على قصر سمو الأمير سلطانة طلع لبرة يا سنبل عفيفة مريم وأنتو كمان وأنتو يا بنات تركوني لحالي مع سيسيليا في خلاف ما بيطمم بين أبو السعود أفندي وشيخ الإسلام يا مولاي قالوا الخلاف بيناتهم هالمرة كتير كبير أعمل الزيارة لشيخ الإسلام الشيخ زادة أفندي وخلينا نسمع الموضوع من وجهة نظره كمان أمركن مولاي إجدتكن أخبار جديدة عن ابني مصطفى؟ لا مولاي بس الحمدلله أنه أبضوا على التاجر قاسم أفندي وأعدموه فوراً ادخل مولاي تعال يا سليم مولاي صار الوقت لحتى أمشي بطريقي لا تحرموني من دعائكن أبداً على طول عم بتعيلك يا سليم الله يزرع محبتك بألوب الناس يا أبني آمين كل جارية بهالأصر بتحب تكون مفضلة سموه الأمير بس أنت جاهزة تضحي بروحك إذا تطلب الأمر ولا لا؟ هم؟ مثل ما قلت يا سلطانه ما عندي حل غيره هالشي خبرتني يا لنجوم يعني هذا هو قدري أنا بحب البنات الأسكية بس بحبهم إذا زكاؤهم كان بيخدمني أنت حلوي والواضح أنه في عندك حلوي حالتك اللي شايفتها بتذكرني بي واحدة من زمان إجت لهون واحدة إجت على هالأصر قبل سنين طويلة رح تروحي على منيسا بس أنا رح أطلب منك شغلي واحدة الإخلاص روحي فيداك يا مولاتي السلطانة روحك ما بتفيدني بشي أنا هلأ رح أمنحك سيقتي بس قصحك تخسريي أبدا لأنك ما رح تكوني مفضلة إبني وبس أنتي رح تكوني عيوني ورح نضل على تواصل دائما وما بدي تسألي عن شي أبدا أنا خطرت كون بطرفك يا سلطانة وخدمتك شرف كبير بالنسبة إلي منيح كتير رح أعطيكي معلومات وافية وكاملة عن وظيفتك الجديدة اللي إليك إن شاء الله ما تخسري هاللمعي اللي شايفتها بعيونك يا سيسيليا وأول هدية رح تكون لإليك من اليوم ورايح اسمك ما رح يكون سيسيليا نور بانو نور بانو؟ اي؟ بلغتنا هذا الاسم بيعني المرايا التي تلمع اسم حلو كتير السلطانة بدي أطلب من حضرتك طالب تاني لو سمحت بدي أطلب من حضرتك فيه بنت اختاروها لتروحها لحرم سمو الأمير اسمها فاليريا المفروض أن تضل هون على طول يلا يا بنات يلا أمشوا يلا يا بنات يلا أمشوا لازم نمشي بسرعة هيك رح نتأخر استعجلوا سيسيليا، أنت لش واقفة عندك؟ سيسيليا، نور بانو اسمي صار نور بانو يعني المرايا اللي عم تلمع أمن اليوم ورايح الكل ينادوني بهالاسم ترجمة نانسي قنقر 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 حلو كتير مثل ما نك شايف أعداء الأمير طلعوا قوايا كتير أنت رح تقدر تحميه؟ سمو الأمير قادر يحمي حاله من أعداءه بس أنا هون مش هن أحميه من أصدقائه لازم نوصل للسلطانة ويا مورستن باشا أنه سمو الأمير مولا حاله ما عد في لزوم لأنه سمو الأمير مصطفى بيعرف منيح شو هم يعمل اشتركوا في القناة شو صاير ليش فياتوني من هلأ آسفين يا جناب الباشا بس هاد الشي وصل لجنابكم يا ترى شو في جواته ومين بعت لهون ما عنا أي معلومات اشتركوا في القناة شو صاير ليش في الحال اشتركوا في القناة